نروح لأخبار نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك تمكن من إنهاء ملف مستحقات مساعدي البرتغالي جزفالتو فريرا الموديل الفن الأسبق للفريق ده في إطار طبعا التحرك اللي بيعمله مجلس الإدارة لحل قدمة إقاف القيد مسؤولي نادي الزمالك سدده دفعة من المستحقات المتأخيرة لمساعدي فريرا وتم إبرام جدولة بالمبلغ المتبقي لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم موقف محترم من نادي الزمالك أدي موقف وموقف جيد هناك مواقف أخرى الزمالك كمان تحرك فيه ملف سامسون أكينيولا تعرفين سامسون أكينيولا النادي الأديم بتاعه عنده برضو بعض المستحقات المتأخرة نادي الزمالك اشتغل أيضا على المستحقات المتأخرة بتاعة النادي الأديم لسامسون أكينيولا اللي هو حق الرعاية حقا 24 ألف دولار لنادي ليون 36 الناجيلي والأمور برضو في القصة دي اتحلت خلصت الزمالك كل ده بيعمل إيه؟ بيحل المشاكل اللي تحت الرقم الكبير بتاع سبورتينجليشبون سبورتينجليشبون هو ليه أكبر رقم في القضية دي الباقي كله الصغير ده اللي يعتبر صغير بالنسبة لرقم بتاع سبورتينجليشبون الزمالك بيخلصوا الوقت لحد ما يبقاش فاضلنا غير إيه سبورتينجليشبون خلاص احنا الرقم ده هو كذا كذا خده باشا وخلاص ارفع إقاف القيد خلص الموضوع والأزمة حلت وأنا بقررها لك هو الزمالك هيحل أزمة إقاف القيد في يناير وهيبدأ يجيب صفقات كمان وغالبا هيجيب مدرب كمان طيب الصفقات بقى اللي هيجيبها نادي الزمالك مصدر في نادي الزمالك قال لنا أن بعض المسؤولين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بدأوا يتواصلوا مع ناصر ماهر لعب نادي مودرن فيوتشر على مدار الأيام الماضية عشان يدوموا للفريق في شهر يناير اللي جاي ناصر ماهر رحب بشكل كبير في الانضمام لنادي الزمالك هو شايف أنه محتاج نادي جماهيري آخر هو شايف أنه تعرض لظلم ما في نادي الآلة أو فتريته مع النادي الآلة ومحتاج نادي جماهيري آخر يلعب ليه الفترة اللي جاي ناصر ماهر تواصل مع مسؤولي مودرن فيوتشر وقال لهم أنه رغبته الانتقال لنادي الزمالك مودرن فيوتشر اشترط أنه يكون فيه عرض رسمي من جانب نادي الزمالك وهيوافق عليه لو كان العرض مناسب للنادي ده في الوقت اللي اللاعب بلغ مسؤولي فيوتشر فيه أنه اتفق مع نادي الزمالك على كافة التفاصيل الخاصة به بعقده سواء مدة العقد اللي هتكون سلاسة مواسم أو راتبه اللي هياخده من نادي الزمالك والزمالك من ناحيته بصدد تقديم عرض رسمي لمودرن فيوتشر خلال ساعات فورة إعلان حل أزمة الوقت ناصر ماهر هو رغبة أولى عند نادي الزمالك وغالباً هيكون لعباً في نادي الزمالك في ينار طيب